نروح لخبرنا التاني من المصر اليوم تحت عنوان الزراعة تبدأ تفعيل مشروع إحياء البتلو بعد توقف 13 عام الخبر بيقول أن وزارة الزراعة انتهت من آلية تفعيل مشروع البتلو بعد التوقف الاستمر لمدة 13 سنة اللي اقتصر تنفيذه السنوات اللي فاتت على القروض اللي كان بيتم توجيهها للصرف الاستهلاكي من الفلاحين وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عم منعم البنة قال أن القيمة الإجمالية لتمويل المشروع بتصل لـ 300 مليون دولار بحد أكثر 400 ألف جنيه لصغار المربين و 2 مليون جنيه للشركات والجماعيات بفايدة بسيطة قيمتها 5% متنقصة الوزير شدت كمان على أنه تم وضع اشتراطات تضمن التوسع في المشروع لزيادة قدرة مصر على إنتاج اللحوم لأغراض الاستهلاك المحلي وكمان الحد من استيرادها من الخارج ناب وزير الزراعة لشؤون الانتاج الحيواني والداجيني مونة محرز قالت أن في عشر شروط للمنتفعين من قروض مشروع البتلو أهمها أن المنتفع يكون مقيم في مكان مزاورة نشاط التربية ويكون عنده حظيرة للتربية ويتم اعتمدها من لجنة المعايير ده بالإضافة إلى التأمين على الماشية من أغطار النفوق والذبح الاضطراري والسطو والسرقة والحريق طيب إحنا معنا على تليفون نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجينة الدكتورة مونة محرز أهلا وسهلا بحراتك دكتورة قولنا في البداية أليه تفعيل مشروع البتلو اللي انتهت منها الوزارة يعني هل هنقدر نشوف الكلام اللي دائما بنسمعه عن البتلو ده وتوافره في مصر وتربيته هنشوفه رايب أهلا وسهلا بحراتك وكل سانة وحراتك طيب والسادة المشاهدين حالة مساحة أولا ثانيا احنا طبعا كانت سالة على السيد وزير الزراعة قرار بعدم درح البتلو وكان رد الفعل ليه أو استكمالا للمنظومة ان يتم دعم الفلاحين لأن كان ما فيش عندهم قدرة لشراء الأعلاف للتربية للوصول للوزن المطلوب فكان عندنا زي ما حدرتك عارف مشروع البيتلو سابقا من سنين ودولة رصدت له تلتمية مليون جنيه كمرحلة أولى هو قرب دوار والحقيقة احنا عملناه بشروط ملسرة جدا لكن في نفس الوقت بنحافظ على بال الدولة خاصة ان القرب الدوار ده هيفيد الفلاح يطلع من فلاح لفلاح او من مربي لمربي وبالتالي الاستفادة عامة لهم جميعا هو ده اللي بنقوله للناس ده مش ليك لوحدك ده ليك وش في رقائك في البلد اللي انت بتعيش فيها او تجارك او قريبك اشتراطاتنا كانت بسيطة جدا وميسرة ان العجل ده يكون موجود عنده وان يكون مرقم وان يكون محصن للأمراض المختلفة وان يكون كمان مؤمن عليه في التأمين على الماشية بوزارة الزراعة او دي الحاجات الاساسية اللي احنا بندهانه بنزديله 50% مرحلة اولى او 50% مرحلة تانية لستمعنا على ان العجل في مكانه والدنيا ماشية كويسة واحنا عندنا اللي جان متابعة من الطب البطري ومن الانتاج الحيواني في القرية المقيم بيها او على طول متابعين للمواقف علشان نحافظ على مال الدولة ونحافظه على المنتج بتاعه وان هو يحس ان هو بيكسب والدولة الحقيقة ده عماها ب5% دي فايدة متنقصة يعني اللي بياخد 6 شهور مش هيدفع نص المبلغ لا دكتورة مونة دكتورة مونة هستازل حالاتك في عكتين الاول قيمة التمويلية بتاعت المشروع بين الكلام 300 مليون دولار ولا 300 مليون جنيه 300 مليون جنيه مرحلة اولى بمعنى لما نخلصها السيد رئيس الوزراء قال هنجيب اللي انت تعزوه بعد كده اشيحنا كمان نعدل المكتوب القيمة التمويلية المرحلة المرحلة اولى 300 مليون جنيه مش 300 مليون دولار دي نمرة واحد نمرة اثنين دلوقتي الكلام اللي حالاتك بتقوليه طبعا يعني كلام بيخلي الواحد مليء بالامل ولكن احن اسمعنا كلام كتير عن مشاريع مثل هذه مثل هذا المشروع من قبل ايه اللي يختلف المراتي عندي قبل يعني النهاردة حالاتك المتقوليني مثلا هاخد بند من البنود التأمين على الماشية وانه لازم يبقى متأمن عليه تبا ولما بيحصل حاجة الفلاح ما بيعرفش او مربي ما بيعرفش يصرف التأمين غير بيطلع الروح يعني ايه الاختلاف في المنظومة الموضوع المراتي ايه تمام تمام التأمين على الماشية لو حضرتك في السكر لما قالوا ان فيه حم قلعية احنا خذنا قرار ان اللي بلغنا وعند حم قلعية سوف يتم اعتقل التعويض حتى لو ما كانش مؤمن لمرة واحدة احنا عايز في حياته وبعد كده يجي يأمن على الماشية ليه قلنا كده احنا عايزين نعيد الثقة وان المواطن يحس ان الحكومة برضو بتخاف عليه حتى لو مش مؤمن وهي هتدعمه فاحنا كل ده بنحط له اليات جديدة وان انا بحفظ على التأمين مبلغ ده سبعين جنيه مش حاجة سبيرة لكن هو ممكن ياخد الافات لو حصل وغيرنا كمان لو حصل له حاجة وغيرنا كمان ما كانتش فيها الامراض الوبائية حصينا فيها الامراض الوبائية مع اهتمامنا الشديد بان يكون فيه تحصين واحنا اللي هنحصن واحنا اللي هنتابع صحيا يعني حاولنا ان احنا ما يكونش نبنيت دي فلوس يروح يشتري لا احنا مش هنديك فلوس يروح تشتري انت عندك الراس بتاعتك احنا هندعمك عشان تأكل وتوصلها للوزن المكلوب و بالتالي هو مش هيقدر ياخد الفلوس عشان يصرفها يروح بقى يشتري عكش ولا يشتري حاجة زي ما كان ليحدث وبنقول للناس جميعا خليكوا حارسين على بعض لان الفلوس دي مشريك لوحدك الفلوس دي بتاعتنا كلنا ايو وبقيت الناس اللي هما جران واخوات اللي هما المربيين هما كمان لازم يستفيدوا زيه يعني دي مش حق ده حق الدولة وحقنا كلنا وحق كمان ان جارك وقريبك يستغل نفس الاستغلال بقرد ميسر وبسيط علشان احنا لو هو راح جاب قرد من اي بنك هياخد 22% حرارتك النهاردة بتتكلمي على موضوع التأمين ده بند من من البنود ولكن اللي انا قصده ايه ايه الاختلاف يعني هل العملية عملية منظومة متكاملة اللي حرارتك بتقولي هولي ده كده بدخلنا في سكة منظومة متكاملة يعني فيه برنامج متكامل ماشيين عليه بخطوات ومعايير وتحديد زمني لكل المراحل هل انا فهم صح ولا ولا فيه اختلاف كلام حضرتك صح والكمان الاكتر ان احنا فيه واحد من القرية من الطب البطري ومن الانتاج الحيواني بيمضي على ان هو متابع شغلته يتابع المشروع مش بقى انتبه بقى يعني عيمة على الكل لا انت اللي تنون دول ومعهم زميلهم اللي في البنك بيتابعوا ومين اللي بيرائب على دول يا دكتورة موني احنا عندنا طبعا هنا الانتاج الحيواني مسئول وعندنا الطب البطري وخدمات الضيطرية مسئولة هي سلسلة واحنا لو حضرتك تلاحظ ان احنا بقت السلسلة فيها تفاعل يعني الناس الموضة تغيرت احنا بنتكلم على طول العلوات مع الناس علشان نعرف المعلومة اقول له لو في عندك حاجة تصورها وبعثها في نفس اللحظة تعيش الحدث هو ده اللي احنا بنحاول نخلي الناس تبقى ماشي معايا عايز اقول لحضرتك ان مصر الخير هتشارك معانا في المتابعة يعني بصد ده المجتمع المدني ندخلينه معانا مهمة اوي ان المجتمع ده المدني يدخل معاك واه الحاجة مصر الخير اتفضلي فان مصر الخير ومين تاني مصر الخير دخل معانا لان هي عاملة نظام متابعة عند الفلاحين لانها كمان بتد كروت او يعني انت من القرد بتاعهم قرد حسن او ليه جروب معينة لمرأة لها ظروب خاصة وبيعلموا البيوت حتى اللي بيروحوا لها وبيدولها رقم فهم مشاركين معانا في المتابعة الحقلية ودي برضو ميزة كويزة جدا هل نقدر نقول يعني ان في تغير في وزارة الزراعة ولا احنا بنكلم على برنامج فقط في وزارة الزراعة والله احنا بنكتهد احنا بنكتهد انا عايز اقول لحضرتك احنا مكتهدين كمان اه على قد يعني استضاعتنا احنا بن بنلف المحافظات وبنشوف كل حاجة على الارض الواقع احنا بنعمل مشروع اخر مع دي لصغار المربيين على فكرة الكبار المربيين عاملين برنامج تاني احنا بنرفع احداثياته وعاز اقول احداثيات المزارع الانتاج الحيواني وده الحقيقة مدعوم كمان معانا من مصر الخير ومش كده وبس احنا دلوقتي بنعمل مشروع استثماري ومشكورا الجهات الفكومية وطارق بيعامر اه ادالنا الحرية نحن نتعامل انهم يخضوا بخمسة في المية لزيادة الساعة يعني المزارع اللي عندها مثلا اه اللي مفروض تسمح بألف راس وهو بيربي تلتو متر تم ده اهدار اهدار للسروة القومية بتاعت البلد عندهم خبرات عندهم خبرات بيربوا بيربوا لكن ما عندهمش ملاق أمانية كفاية انهم يزودوا ايوه فهم هايزودوا اخر سؤال دكتورة مونة بعد اذن حردك اه امتى هيتشال الحذر عندها بحلب تلو لما يبقى بس عندنا اكتفاء ذاتي وهذا مش هيحصل اه انما ليه انا افرط في اللحمة اللي عايز ياكل لحمة خفيفة ياكل لحمة فراكة وثماء الدكتورة مونة محرز نائب وزير الزراعة واستصلاح الاراضي للثروة الحيولية بشكر حريتك شكرا جزيلا على مشاركتك معانا شكرا جزيلا